حدث في مثل هذا اليوم من رمضان سنة 630 ميلادية غدر الجيش الإسلام المدينة إلى مكة مع عشرة آلاف من الصحابة بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وستطاع الجيش الإسلام دخول مكة وأن يهزم كل من قاوم من قريش ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام والصحابة معه في مثل هذا اليوم شهر رمضان المبارك بنى عقب بن نافع رضي الله عنه مسجد القيروان سنة 671 ميلادية تعتبر القيروان من أقدم وأهم المدن الإسلامية بل هي المدينة الإسلامية الأولى في منطقة المغرب العربي والتي يعد إنشاؤها بداية تاريخ الحضارة العربية الإسلامية في المغرب العربي وتقع القيروان في تونس على بعد 156 كم من العاصمة تونس والقيروان كلمة فارسية دخلت إلى العربية وتعني مكان السلاح ومحط الجيش أو استراحة القافلة وموضوع اجتماع الناس في الحرب ويعد مسجد القيروان من أهم معالمها عبر التاريخ ويعتبر من أقدم مساجد الإسلامية والإفريقية بعد مسجد عمر بن العاصب مصر والمصدر الأول الذي اقتبست منه العمارة المغربية والأندولوسية عناصرها الزخرفية والمعمارية كما كان هذا المسجد ميدانا للحلقات الدينية والعلمية واللغوية التي ضمت نخبة من أكبر العلماء ذلك العصر في مثل هذا اليوم من رمضان عام 222 هجرية فتح المسلمون مدينة بابك الخرمي بعدما ادعى بابك الألوهية وتفاقم أمره في عهد المحتسم العباسي والتف حوله أنصاره من الخرمية وهم طائفة أسسها مزداك الفارسي أيام كسرى أنشوران وتدعو للإنحلال الديني والخلقي